عملنا المطلوب وتاخد العلامة الكاملة لكن انا بالنسبة لي الحقيقة كان السؤال المهم وانا دايما ببقاش عيني على الخطوة اللي احنا بناخدها لكن عيني كمان على الخطوات اللي جاي كان اداء اللاعبين هو ده السؤال الحقيقة يمكن اللي كنت بكلم فيه حتى قبل الهوى مع سارة وكنت بقول انا بيتهالي انه من مش من اللحظة دي من اللحظات فاتت من ايام فاتت وقول من شهر فاتت من ساعة ما خدنا بطولة افريقيا وكل العيب في النادي الاهلي بيحلم باللحظة اللي هيشارك فيها في بطولة كاس العالم خدوا بالحضراتكم فرقة النادي الاهلي انا بعتقد انه 3 او 4 مراكز بالكتير قوي هم اللي محسومين بنسبة 100% يعني 3 او 4 مراكز تحط اللعيبة انا مش هقول اسماء بس هم تحط اللعيبة فيهم باكاته تشوف بقية التشكيل هتعمل في ايه وكل مركز من المراكز اللي فضلة فيها 2 و 3 و 4 من النجوم ملعيار التقيل وبالتالي مفترض انه المنافسة وانه اللعيبة في المطشاط اللي جاية كل واحد يطلع اقصى ما عنده عشان يضمن انه يحجز مكان اساسي ان شاء الله في قائمة الفريق اللي هتلعب في بطولة كاس العالم ده اللي ما شفتوش يعني ده اللي ما شفتوش انبقى الروح الرغبة في انك انت تثبت جدرتك والرغبة انك انت تكون اسم بيتحط فيه ال 11 الاساسيين بدون تفكير ما حسيتها ايش قوي في مباراة مفترض انها سهلة نسبيا بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم التاريخ اللي حصل وبحكم المنتجة الاجابية اللي انت عملتها في النايجر لكن ده كله للأسف ما ترجمش في مباراة امبارح صارة ليها رأي في مكاسب مباراة الاهلي وصاني داب ويهمني جدا اسمعوا مع حضراتكم بسي احمد يعني انا كنت بتكلم معيك يمكن على مكاسب المباراة اكتر خليني اقولها وخليني برضو ارجع نقشك في اللي انت بتقوله يمكن انا شايف اقو رأي انه كان في مكاسب كتير من مباراة امبارح مش هنقولها كلها ولكن منها طبعا رجوع سعد سمير بعد يعني سنة كاملة بسبب غياب وطبعا بسبب اصابة في انكل الرجل شوفناه بيقدي اداء كويس انا شايف انه كان في اداء رائع من اللعيبة امبارح يمكن اه المباراة سهلة طبعا بالنسبة لنا وانه ساني داب مش الخصم او المنافسة القوي بالنسبة لنا ولكن شايف ان اللعيبة بالرغم من غيابات كتير واصابات طبعا بسبب كورونا او غيره لا كان في اداء كويس جدا من اللعيبة وشايف ان الجهاز الفني قادر يحضر اكتر من لاعب وديه ميزة ملمزات انه هو قادر يحضر اكتر من لاعب في اكتر من مركز لانه مفهوم كويس اوي ان الفترة دي بسبب فيروس كورونا ممكن في اي وقت تفقد لاعب اساسي واكتر من لاعب لاعب واثنين وثلاثة وعلشان كده الجهاز الفني عامل حسابه كويس اوي انه لازم يكون اللعب البديل في مستوى وقدرات اللعب الاساسي لما يجي يلعب شايف انه من الايجابيات طبعا يعني طاهر وكهربا وبدر بنون اللي ضافوا اسماءهم انه هما يسجلوا اهدف البطولات الافريقية بتي شيرت النادي الاهلي شايفة كمان انه وليد سليمان دايما لما بيحرز هدف ده بيسعد اوي جامهير النادي الاهلي اللي كلها ثقة مع الوقت ودايما شايفين انه وليد سليمان من اهم لعيبة النادي الاهلي ومبارح قدر يجيب الهدف رقم 20 في البطولات الافريقية مع النادي الاهلي لانه الهدف 21 كان مع باترو جات وكده هو الرابع في قيمة هدفي النادي الاهلي طبعا في البطولات الافريقية بعد الاسطورة كابتن محمود الخطيب وطبعا كابتن محمد أبو تريكا وكابتن عماد متعب شايفا فيه مكاسب كتير قوي من المباراة ويمكن اهمها يا احمد زي ما بقولك كده انه لأ انا شايفا ولم يبقى فيه لعب اساسي مش موجود البديل بيقدي بشكل كويس وده اللي الجهاز الفني بيشتغل عليه الفترة دي يعني علي لطفي مبارح اه ما كانش فيه هجمات كتير على مرمى النادي الاهلي من ثوني دابو ولكن كانت مباراة كويسة من جانب علي لطفي المباراة كويسة من النادي الاهلي احنا ما اختلفناش انا قلتلك بس هو زكان الجمهور اللي بيتابع من الناس السخنة اللي مستنية تشوف كرة ممتعة ومستنية تشوف كده اللعيبة زي ما بيقولوا كده الغزالة رايقة نزل هو يمتع نفسه يمتع الجماهير فانا اعتقد ان المباراة مكادش بالمتعة دي مكادش بال يعني الهالة دي مكادش موجودة اه طبعا عظيم جدا ان احنا جبنا اربعة جوال وعظيم جدا ان احنا دخلتش فينا جول ومعظيم جدا ان احنا تأهلنا لك انا بتكلم على اللي جاي عشان كاي بقول ان الجمهور اللي يمكن دايما بيحسبها بالورع والقلم يقولك المطش ده انا اهم حاجة لعندي ان اللعيبة تبقى مرتاحة اهم حاجة عندي مطلعش باصابات اتأهل بقى المجهود ممكن عشان لسه في مشوار طويل ومش عايز اللعيبة تبقى مرهقة وبالتالي نتيجة تحققت عشرة على عشرة هي الفكرة بس انه احنا مستنين من لعابة النادي الاهلي ورجالة النادي الاهلي في ظل المنافسة الشرسة خدوا بالحضراتكم احنا مثلا في الهجوم النهاردة عندنا سبع 8 اسماء تحطرت لعب مين فيهم اساسي ومين يقعد على الدكة ومين يبقى برة القايمة عندنا محمد شريف عندنا كهربا عندنا طاهر محمد طاهر عندنا حسين الشحات عندنا احمد ياسر ريان عندنا صلاح محسن عندنا غولتر بواليا وعندنا مين تاني احنا قلنا محمد شريف وياسر ريان وكهربا وعندنا احمد ياسر يعني انتي بتكالمي في سبع 8 اسماء اي حد منهم ممكن يلعب اساسي وبالتالي المنافسة بين التسعة أسماء دول مفترض أنها تكون كبيرة جدا الفرصة هتيجي في التلات أربع مطشاط اللي قبل ما نروح كهس العالم وبالتالي أنا متسن من اللعيبة بس أنا شايف أنا ما فيش لعب مدولنا الزلناو وما عملش يعني محمد شريف ما قدي شكل كويس حطي لي اتنين أساسي ما هو أنا ما هو الفكرة هقولك على حاجة الفكرة أنه لو أنا محترى مين يلعب أساسي عشان كلهم بيقدوا بشكل كويس دي ميزة لينا مش عيد أنا مش معترض على أنها ميزة للمدرب وهو بيختار وعلى أنه هو يبقى عنده أوراق كتيرة جدا أنا شايف أن محمد شريف وكهرباء وطاهر قدام مع بعض وعملين الشقة هجوم كويس دي ميزة السؤال اللي يترجم حجم الثقة من المدرب أنه هو يحطهم أساسي أو لا هو ده اللي أنا بتكلم فيه أنه لما يبقى عندك مطش زي سوني داب لازم تكسر في الدنيا بتكلم على المستوى الفردي وبتكلم على المستوى الجامعي فلسفة المكسب والخسارة تلعب وتكسب بقل مجهود ولا تطلع أحسن حاجة عندك دي قصة تانية الوحيدة اللي يفصل فيها هو مستر موسيماني على كل أحوال أنا عايز الجمهور يشارك وعايز الناس تسمع تسمعنا صوتها وتقول لنا رأيها مين أفضل تلات لعبين في مباراة الأهل يوصاني داب مباراة العودة طبعا ده سؤال حلقتنا وفي انتظار إجابتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بقناة النادي الأهلي سواء الفيسبوك أو الإنستجرام أو تويتر وطبعا نتيجة التصويت هنعلنها قبل المطش اللي جاي مطش الأهلي اللي جاي بالمناسبة مش سهل على الإطلاق فأعتقد أنه هيكون مباراة قوية وفرصة أن احنا نجرب يعني إذا كنت رايح تلعب الكبار رايح تكلم أنك أنت عايز توصل أو طموحك أنك تلعب مطش نهائي ممكن يبقى مع بايا ميونيخ أو ممكن يبقى مع بطل أمريكا الجنوبية اللي لسه ما تحددش الغاية دلوقتي فبالتأكيد أنت مطلوب منك تطلع أقصى ما عندك في الفترة اللي جاية عشان تكون جاهز وعشان تكون مستعد في انتظار إجابة حضراتكم ونبتدي حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوية ربيع وهاني ينتظمون في تدريبات الأهلي وطاهر جاهز لسيراميكا مسيمان يجتمع بجهازه المعاون وجلسة خاصة مع طبيب الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز بيقول قيد بوالية في قيمتنا خلال ساعات وأبلغنا جيرالدو بنظام علاقتنا به اللجنة المنظمة لمونديال اليد بتؤكد بدء سيستم تذكرتي لشراء التذاكر خلال ساعة غدا منتخب اليد يخوض ودياته الثانية أمام اليابان على صالد أستاذ القاهرة ومحمد صلاح ينافس ماني على أفضل هدف في شهر ديسمبر موسيقى